مساء الخير على صديقنا العزيز زي النهاردة من 11 سنة شوارع مصر كانت بتغلب المظاهرات والمواجهات مع الشرطة في رابع أيام الصورة وأهمها على الإطلاق وهو يوم 28 يناير أو جمعة الغضب اللي انتهت بالجملة الشعيرة بتاعت الشعب ركب يا باشا واللي ظهرت في تسجيلات الشرطة وهي بتنسحب من الشوارع عشان يسيطر المصريين على بلدهم لأول مرة في التاريخ اللي حصل في اليوم ده فق كل التوقعات وتخطى كل الأحلام لدرجة إن الشعب نفسه اتفاجئ بإنه قادر يهزم نظام حكمه بالحديد والنار لمدة 30 سنة النظام اللي عايش ملايين المواطنين على مبدأ المشي جنب الحيط وعيش نملة تاكل سكر انهار في ساعاته ليلة وبقوا الجلدين بيجروا في الشوارع اللي مؤغزة يعني بملابسهم الدخلية عشان يستخبوا من ضحاياهم لظلموهم وعزبوهم ورعبوهم على مدار سنين يا ترى إيه اللي حصل يوم 28 يناير 2011 وإزاي الشعب كسر كل حواجز الخوف وقدر يهزم واحد من أقوى أجهزة القمع في العالم كله ده اللي هنعرفه في حلقة النهار ده أنا عبد الرحمن عمر وده برنامجي الحكاية أهلا بيكم الحقيقة إن يوم 28 يناير ده نقدر نقول إنه أهم يوم في تاريخ الثورة بل من أهم أيام مصر كلها في القرن الأخير اليوم ضل نهار في الجهاز اللي كان مسك البلد بقضة من حديد ولولا الإنهيار ده ما كانتش الثورة تقدمت لكن برضو ما نقدرش نغفل التراكمات اللي وصلتنا ليه والتاريخ الطويل من النضار في كل شبر في مصر من إضرابات العمال في المصانع والشركات لهم ظهرات كفاية اللي رفضت التوريس لانتفاضة 6 إبريل في المحلة لنواب المعارضة والبرلمان الموازي اللي قال عليه المبارك خليهم يتسلوا وقاب لها طبعا مدونات الشباب على الإنترنت اللي نشرت قضايا التعذيب وخرجتها للنور وغيرها كتير من الأحداث اللي وصلت الناس لحالة الغضب في 25 يناير عشان تطالب في البداية بإقالة حبيب العدلي ووقف سياسة التعذيب قبل ما تتحول سريعا لثورة شعبية شاملة بس يطرى شمانة الناس انتفضت ضد الدخلية في البداية رغم أنهم كانوا رفعين مطالب متنوعة زي التوظيف ووقف الخصخصة ومحاربة الفساد وكانوا بيعبروا كمان عن حلمهم بدولة توفر للناس اللي عيشوا الحرية والعدل ويكون اللي بيحكمها من الشعب وشغال عند الشعب كل اللي عاش في الوقت ده فاكر كويس إزاي الدخلية إدها كانت شديدة على المصريين وده لأنها كانت أداة مبارك في حماية نظامه وتمرير مشروع التوريس الجيش وقتها كان عنده مشاريع الاقتصادية ومصالحه السياسية اللي رفض الحكم المدني بس كل ده ما كانش ظهر للناس الدخلية بقى هي اللي كانت في الوش لدرجة إن تسليحها زاد عن تسليح الجيش لأول مرة في تاريخ مصر وعدت زباطها كمان زاد من 100 ألف في السبعينات لمليون ونص وقت الصورة على الرسوم طبعا جيوش الأمن المركزي اللي كانت الأداة الأولى في القامة غير كمان إنها كانت بتدخل في كل صغيرة وكبيرة في البلد من تعيين المجالس المحلية لأسادة الجامعة والوظيفة الحكومية لتزوير الانتخابات أي حاجة في البلد كانت لازم تعدى على حبيب العادل وأمن الدولة اللي عايشه الناس في روح وكان دخول اسم الشرطة حتى لو رايح تعمل بلاغ عادي يعتبر عملية محفوفة بالمخاطر وغيرت جدا تلاقي نفسك طالب في فيديو والزباط بيتسلوا عليك بالضرب والإهانة وده لأن الزباط نفسهم كانوا هما اللي بيصوروا فيديوهات التعذيب ويتدولوها بينهم على سبيل الفخر ومن بجحتهم غيروا حتى شعر الوزارة من الشرطة في خدمة الشعب للشرطة والشعب في خدمة الوطن البشوات مش قابلين أنهم يخدموا الشعب ومش كده وبس الدخلية كمان ربت على إيدها إصابات من البلطاجية وكانت بتلعب معهم دايما لعبة القط والفار فتقدر تقول أنك كنت قدام عصابة سبيرة مسبتة الناس بقوة السلاح اللي بدل ما يكون موجه لتنفيذ القانون كان موجه لتخوف المواطنين وده اللي كان بتعلمه صغير الزباط في كلية الشرطة أنهم الأسياد وأن أفراد الشعب هم العبيد اللي لازم يبضلوا طول الوقت تحت السيطرة كل دي أسباب وأكتر كمان خلت صورة الناس وانفجارها موجهين للشرطة في المقام الأول اللي الكل كان عارف أن سقوطها معناه سقوط النظام وده اللي حصل يوم 28 يناير اللي بدأ بحال التراقب من الطرفين المصريين بيستعدوا للتظاهر بعدما التوانسة كتابولهم على النت إزاي استخدموا الخل والمسكات علشان يتفادوا القنابل المسيلة للدموع والشرطة في المقابل ما خدوش راحة من يوم 25 وبيستعدوا هم كمان بحملة اعتقالات ليلية وقطع الانترنت وشبكات التليفون عشان يمنعوا الناس من أنها تتواصل مع بعضها فما يعرفوش يتجمعهم بس الخطة دي جات بأثر عكسي لأن الناس كلها تقريبا كان عندها فضول تنزل الشارع تشوف بنفسها إيه اللي حصل ومع انتهاء صلاة الجمعة خرج المارد من الأم وطلعته فان بشري من المصريين غير مسبوق في التاريخ عشرات الآلاف مالوا الشوارع واتجهوا الميادين وتحدوا الشرطة اللي اتعملت معاهم في اليوم ده كأنه يوم حياء وموت ففتحوا النار على الشعب وده سوب العربيات وفضلوا لساعات طويلة في حرب شوارع انتهت طبعا بصمود الناس ووصلها الميادين الرئيسية وأهمها كان مدان التحرير عشان يبدأ اعتصام هينتهي برحيل مبارك وبدأت صفحة بديدة في تاريخ مصر صفحة كتب أول كلمة فيها الشعب الناس العادية المهمشين السكان الأصليين لمصر ملح الأرض زي ما بنقول ومعاهم الشباب المتعلم المثقف اللي كان بيحلم ان بلده تبقى زي أفضل بلاد العالم كتبوا عيش وحرية وعدالة اجتماعية كتبوا ما فيه ظلم تاني ما فيهش خوف تاني بس اللي حصل بعد كده بعيد قوي عن الأحلام الوردية دي لحظات السعادة اللي مالت قلوب الصوار وترحبهم بالجيش اللي نزل يوم 28 بالليل لما صدق أغلبهم وان الجيش نازل هيحمل ثورة وانه نازل كمان عشان يؤيدهم ويخلصهم من الديكتاتور ونظامه المجرب للأسف ما استمرتش وقت طويل لأن الحقيقة اتكشفت بسرعة وهي ان الجيش نزل في اليوم ده تحديدا عشان يحمل شرطة ويحمل الباقي من النظام ويبدأ من جديد يرممه ويبنيه تاني بشكل أكثر صلابة وأكثر تحدي على انه يسقط في مواجهة أي انفجار محتمل للشعب مرة تانية وبقى اليوم ده شبح بيطارد النظام الجديد اللي هيورس دخلية مباراة الجيش اللي كان مترقب للأحداث شاف ان من مصلحته سقوط مشروع التوريس وان ضوافر الدخلية لازم تتقلم شوية فسمح باقتحام مقرات أمن الدولة وفضح انتهكاته بعد ما اكتشف ان أمن الدولة كان بيتجسس على قيادات المجلس العسكري وكان عندهم لفات لكل واحد منهم بهدف استغلالها في ابتزازهم وقت اللزوم وده اللي السيسي نفسه قاله لصحفيين واعلاميين بعد كده فريق السيسي وقته وهو مدير للمخابرات الحربية اطلعنا على نص تسجيلات الشرطة الشرطة حبيب العدلي يعني كان بيسجل للقادة العسكرية وده اللي كان يؤلم جدا أعضاء المجلس العسكري بس مع زيادة المطالبات بإعادة هيكلة الدخلية عشان تبقى مؤسسة غير مسيسة وتكتفي بأنها تقوم بدرها في حفظ القانون ظهر الوش الحقيقي للجيش اللي بدأ يستحوذ ويسيطر على كل السلطة ورجع الدخلية تانية عشان تشتغل كأداة لحماية نظام السيسي الجديد اللي هيعمل إجراءات كتير كل هدفها هو تجنب تكرار اللي حصل في 2011 حتى لو استدع ده اننا نبنى عاصمة جديدة بعيدة عن الشعب ونروح نحكمه من هناك 28 يناير نكحت لما الشعب بكل أطيافه التف حوالين هدف واحد وقدروا يتحدوا مع بعض ويتجاوز كل الخلافات اللي بينهم ووقفوا صفه واحد قدام الدكتاتور وعساكه في اللحظة دي نكحوا فرضوا إرادتهم وامتلكوا بلدهم لأول مرة بس لما اتفرقوا بعدها وبدأ كل واحد يدور على مكاسبه اختفت الروح دي وتعرضت الثورة لانتكاسة لسه بندفع تمانع حد دلوقتي سردية الثورة بدأت تتغير بسرعة بعد وصول السيسي للسلطة وبدأنا نسمع انها كانت مؤامرة خارجية وان حماس والإخوان هم اللي قتلوا المتظاهرين وخرج حبيب العدل ورجالته في مهرجان البراءة للجميع بعد ما خدوا التحية العسكرية وقعدوا كمان في سجون خمس نجوم ورجعت الهيبة تاني للشرطة اللي قال لهم السيسي بوضوح كده ان خلاص زمن المحاسبة اللي كان بعد الثورة دا انتهى يعني من الآخر رجعت ريمة لعادتها القديمة ورجعنا نشوف حوادث التعذيف في السجون واللقساب وآخرها اللي نشرته صحيفة الجارديان البريطانية للتعذيف سجناء جنائيين في اسم أول السلام واللي ظهروا هم متعلقين عريانين في باب حديد غير بقى حوادث قتل المواطنين على ايد زباط الشرطة واللي أغلبهم بعد بيتم إدانتهم في المحكمة بنتفاجئ بأسماءهم طالع في العفو الرئاسي وده يدل على ان السيسي فعلا بيوفي بوعده مع الزباط لما قال لهم ان لو الظابط أحمد مثلا ضرب رصاص ولا مطاطي وجاف عين متظاهر ولا قتله مش هيتحاسب خلاص ان يضربك بغاز وقنابل وخرطوش حد يموت أو حد يحصل له عجب في عينيه يتحكم الظابط أحمد لا مش هيحصل خلاص جمهورية الخوف ودولة القمع رجعت تاني في صورة أكثر قصوة وانتقام من الشعب اللي تجرع على سياد وخرج عليهم ورجعنا تاني عظم للشرطة اللي بتحاول تخدعنا وتقولنا انها تغيرت وانها دلوقت بتضحي وبتصهر عشان احنا نعيش منطمانين وبقى يتعمل لهم أفلام ومسلسلات تحكي بطولاتهم في مواجهة الأشرار مع اننا شفنا ان البلد من غيرهم كانت أكتر أمان لما الشعب نفسه عمل لجان شعبية تحمي الشوارع والأحياء في نموذج مبهر يدل على عظمة الشعب المصري وقدرته كمان انه يحكم نفسه ويحمي نفسه بدون الحاجة لسلطة كل همها انها تقمعه وتفاهمه ان ده علشان مصلحته وان ده الضريبة اللي لازم يدفعها لو عايز يعيش في أمن وأمان طبعا ما فيش بلد ولا شعب في العالم كله يستغنى عن الجيش والشرطة ده مفهوم وعمر من مصريين اللي صاروا في يناير على الظلم والاضطهات كان ده هدفهم الناس مش عايزة أكتر من أبسط حقوقها حقوقها في الأمن وحقوقها في الحرية بس بدون تخيير بين الاتنين الناس عايزة تشوف شرطة بتقوم بواجبها في حماية المواطنين وتنفيذ القانون مش في اعتقالهم وإغفاءهم وتعذبهم وقتلهم عايزين يشوفوا جيش بيحمل حدود وبيصنع سلاحه بنفسه مش من أكتر الجيوش اللي بتستورد أسلحة ولا جيش بيحكم شعبه بالحديد والنار ولا جيش مسيطر على الاقتصاد ومحتكر أغلب الأسواق لمصلحة عدد قليل من اللواءات اللي بيتعاملوا مع البلد كأنها ملكية خاصة عشان كده وأكتر كمان مهما عدت السنين وأيا كان الواقع هتفضل ثورة يناير حلم كل المصريين في العيش والحرية والكرامة وهتفضل لعنة تطارد كل حاكم ديكتاتوري بيقمع شعبه ونفكر إن الظلم ملوش نهاية لحد هنا وحلقاتنا خلصت ما تنساش إنه بتقدر تسمع برنامجنا بوتكاست من الروابط اللي هتلاقيه في التعليقات وكمان عمل لنا لايك وشير واشترك في القناة اليوتيوب واستنانا كل يوم جمعة الساعة 9 بالقلب بتوقيت القارة في حلقة جديدة من برنامج إيه الحكاية سلام